التقى القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر وزير الدفاع الوطني والمحاربين السابقين والقدامة بدولة أنجولا الفريق أول وإرنيستو دوس سانتوس والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقاليمية والدولية وانعكساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل ظروف والتحديات الرهنة كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول جواو إرنيستو دوس سانتوس وزير الدفاع الوطني والمحاربين السابقين والقدامة بدولة أنجولا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاستها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الرهنة كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية مشهدا بالتعاون المشترك في كافة المجالات العسكرية من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني والمحاربين السابقين والقدامة بدولة أنجولا عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية وفي ختام الزيارة يوقع الجانبان اتفاقية التعاون في مجال الدفاع والتقنيات العسكرية لتعزيز علاقات التعاون العسكري لكل البلدين خضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأنجولية